يبكي عبد الله بن حذافة السهمي يبكي عبد الله فقالوا إنه يبكي إنه يفكر إلى الدخول في ديننا فجاءوا به وقالوا له فيما تفكر أتبكي على حياتك أتبكي على شهوة الحياة قال لا والله لا أبكي على الحياة قالوا فلما تبكي قال تذكرت أنني نفسا واحدة وها هي تخرج الآن وكم كنت أتمنى أن يكون لي بعدد شعر جسدي أرواحا كلها تذهب في سبيل الله أجود بها في سبيل الله فقال له الملك بعدما يأس يقينا أن قوة الإمام تتحطم عليها صخور الشهوات قال له فهل لك أن تقبل رأسي وأتركك قال لا وكل أسر المسلمين فقبل عبد الله بن حزافة رأسه وحرر كل المسلمين حرر كل المسلمين فكان عمر رضي الله عنه يقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حزافة السهمي رضي الله عنه إنه الجيل الذي تربى في حياة الإيمان فهان عليه كل شيء إنه الإيمان الذي إذا عاش العبد فيه لم يفكر لحظة من اللحظات في السقوط في شهوة من الشهوات سبحان الله إنها قوة الإيمان إنها قوة الإيمان التي تتحطم عليها قوة أعداء الإيمان إنها قوة الإيمان التي تتحطم عليها قوة الشر والفساد إنها قوة الإيمان التي ثبتت المؤمنين في كل موقف من المواقف التي عاشوا فيها وعاشوا من خلالها في يوم اليرموك يوم اليرموك الذي خرج فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أو في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لقتال الروم بعدما تجمعوا لهم في 240 ألف مقاتل 240 ألف مقاتل أمام جيش المؤمنين الذي كان لا يتجاوز أبدا 36 ألف مقاتل في هذا الوقت ولكن سبحان الله قوة الإمام يقوم خالد القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت يقوم خالد بن الوليد رضي الله عنه ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويذكر المؤمنين بأن القوة الحقيقية إنها قوة الإيمان القوة التي تصنع رجال فقال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخص ولا البغي أخلصوا لله وأريدوا الله بعملكم فهذا يوم له ما بعده